السلام عليكم من غير المؤكد أن ولا أحد يستطيع يقول من الذي سيفوز في التصويت الموضوع يخضع لإرادة قوة سياسية متعددة ونوابهم في البرلمان ولكن ما هو واضح الآن هناك أربعة على الأقل سيرشحون أنفسهم لتولي هذا المنصب وأتوقع أن الجولة الأولى لم تؤدي إلى اختيار الرئيس لأنني لا أعتقد أن أحد سيحصل على أغلبية النصف زائد واحد في الجولة الأولى سيذهب المجلس إلى جولة ثانية يتنافس فيها اثنان ومن يحصل على أعلى الأصوات سيفوز لش هل سبق للأكراد أن اتفقوا على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية؟ ألم يذهبوا في أغلب المرات بأكثر من مرشح؟ من الصعب أن يحدث اتفاق تام بين القوة السياسية في أي مكون سواء الشيعة أو الكرد أو العرب السنة فجرت العادة في الماضي أن يجتمع النواب السنة ويجروا انتخابات بينهم ومن يحصل على أعلى الأصوات يقدم نفسه في اليوم الثاني للتصويت ونقدمه لشركاء الوطن من أجل أن يطلبوا من ممثليهم أن ينتخبوه ولكن أيضا في كل مرة كان هناك مرشحين لا يقبلون بمثل هذا الاتفاق ولا يقبلوا بنتائج التصويت فيعلنوا عن ترشيح أنفسهم خلال التصويت في هذه المرة لم تجري مثل هذه الانتخابات ولم يحدث توافق على أي أحد ولكني أعتقد أن من سيحصلون على الاثنين اللي يحصلون على أعلى الأصوات في الجولة الأولى ربما سنسعى لعقد اتفاق أو صفقة بينهم ربما إذا ما حدثت تطورات دراماتيكية اليوم فلنفترض من أجل أن ينسح فلان لحساب فلان أتوقع أن الاثنين من ثلاثة يعني الاثنين سيكونون من بين الثلاثة محمود المشهداني وسالم العيساوي ومثنس سام الرائي أعتقد الاثنين من بين هؤلاء سيذهب إلى الجولة الثانية يعني حسب علمي أن أغلب البرشحين ذهبوا إلى أربيل وبعضهم إلى السليمانية ويسعون كل منهم يسعى لكسب ود الكرد ولكن أعتقد أن من سيصوت له الحزب الديمقراطي الكردستاني أو نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني هو غير الذي سيصوت له نواب الاتحاد الوطني أو نواب الجيل الجديد يعني للحزب الديمقراطي تحالفات مختلفة عن تحالفات الاتحاد ومن بين هؤلاء الثلاثة هناك اثنين يحظون بدعم قوى الإطار وهم السيد محمود المشهداني والسيد مثنى السام الرائي وكل منهم يسعى لكسب ود الكرد خصوصاً أنهم كل منهم يحظى بدعم جزء من الإطار السيد سالم العيساوي يحظى هو مرشح السيادة يحظى بقناعة الشخصية سيحظى بدعم نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني وبسبب طبيعة العلاقة بين السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني وأيضاً سيحظى بدعم القوى المدنية جماعة تشرين أو نواب تشرين وربما حتى بعض الناس أو بعض النواب في تحالف الإطار التنسيقي كنت على يقين أن محمد الحلبوسي سوف يستبعد كما أنا على يقين أني أجلس أمام كاميرا تروداو حالياً طبيعة أداء السيد الحلبوسي وسلوبه وفهمي للعملية السياسية في العراق حيث أطيح بعضويتي في مجلس النواب ثلاث مرات كما قلت سابقاً وقبل أكثر من شهر من الإطاحة بالحلبوسي أن هناك احتمال ليس قليل أن الحلبوسي سيذهب إلى محاكمات بتهم فساد وبتهم تزوير وتهم أخرى وقد تؤدي به إلى السجن نعم طبعاً لا يمكر أن السيد الحلبوسي لديه علاقات إقليمية وخارجية ولديه لغبي في الولايات المتحدة الأمريكية مأجور يعني عنده تعاقد مع شركة أمريكية ذات نفوذ كبير وأيضاً لديه كتلة نيابية هي الكتلة الأكبر بين الكتلة السنية ولديه حزب ولديه مال كبير وكل هذه العناصر قد تعيق إدانة الحلبوسي أو قد تمكنه من الاحتماء بالخارج أو ستتعرض الحكومة العراقية والسلطات العراقية بما في ذلك القضائية إلى ضغوط تجعل يمكن الإدعاء العام أن يتجاهل أو لا يمضي في طلب محاكمة الحلبوسي بتهم جنائية ولكنه احتمال وارد يعني أنا أعتقد الإعلام بالغ في توصيف وتصوير محمد الحلبوسي فهو من وجهة نظري لا يمتلك أي رمزية بل عكس تماماً هو لا يمتلك أي من المواصفات التي كان يتمتع بها مثلاً السيد أسامة النجيفي وهي الصدق والصرامة والدفاع عن مصالح الناس الذين يمثلهم السيد الحلبوسي أداءه تميز بالبراغماتية والبراغماتية ليس من أجل تحقيق أهداف مرتبطة بالمصلحة العامة أو الدفاع عن المكون وإنما كان يعمل لمصلحته ومصلحة أسرته ومصلحة أقاربه وتميز أيضاً بالكذب وعدم احترام الوعد والعهد والإخلال بالاتفاقيات التي أجراها وقناعتي الشخصية ومعلوماتي كان لديه دور في إبعاد السيد هوشار زيباري دور خفي وكان له دور مباشر في الحيلولة دون انتخاب السيد ريبر أحمد في منصب رئيس الجمهورية في انتخاب السيد ريبر كان يطلب من بعض النواب والنائبات أن لا يحضرون الجلسات حتى لا يتحقق النصاب في كل مرة كان يحدده لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في قضية السيد هوشار زيباري ربما كان هو المحرض الخفي على إقامة الشكوى وربما تقديم وثائق قد تكون ساعدت في إبعاد السيد هوشار زيباري يعني أنا أعتقد كانوا مطلعين لأن الموقف الذي اتخذه السيد مقتدى الصدر في البداية من ترشيح السيد هوشار زيباري حسب ما عندي من معطيات ومعلومات ساهم السيد الحلبوسي في إقناع أو دفع السيد مقتدى الصدر لأخذ الموقف الذي اتخذه أنا أعتقد أن الحزب الديمقراطي يعلم ذلك ولكن هو يعرف أيضا أن السيد الحلبوسي رئيس البرلمان وهو كان يدير البرلمان يعني مثل أي ديكتاتور يحدد مواعيد الجلسات مثل ما يريد وجدول الأعمال وأعتقد كانت سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني أنها تريد أن تتجنب الاشتباك معه ولا تريد أن تجعل منه عدوا